السلام عليكم متابعين القناة اينما كنتم اذا حبيت نبرتجي معكم واحدة المعلومة الصغيرة بما يخص المحتوى المشهور او المحتوى الترند في الجزائر خاصة يعني باش نتكلموا بصراحة وبوضوح كما لابلكم بالنوع المحتويات تلقى اشخاص يتحصلوا على مليون مشاهدة نصف مليون مشاهدة تحسب بانهم يدروا سبونسور ولا تحسب بانهم يستعملوا في هاشتاغات كما يقنعوا بكم او يقنعوكم افوا قنوات اخرى مثل قنوات المصرية يوم كامل او عدة ايام هم يتكلموا فقط الهاشتاغ الهاشتاغ وهذا اكرر الهاشتاغ هو جزء صغير وبسيط جدا من المعلومات التي تضعها في الفيديوهات هلنعطيكم احد الدليل الان في الفيسبوك بانه احيانا نصف مليون مشاهدة في يوم واحد او يومين هي امر بسيط جدا يعني ما كانش تفسير نفسرها لكم اكثر من هذه يعني ما نقلش نصحح وجهي اكثر مش اللي حنهضروا لك متخافوش منيش هنهضرها تراكا لكن نقلش نوضح لكم بانه المجتمع واضح تفكير تاعه واضح والنجاح فيه واضح تخدم حاجة نظيفة تاعك ملكك لازم تصبر ولازم تتابع لها ولازم تنشر بصفة يومية هذه حكيناها الناس اللي ما مش قادرين اندوح المحتوى حصري وملكهم وحبين النجاح السريع شاهدوا معايا مثلا انا هذي قاناتي اه عفون انا هذي صفحتي في فيسبوك بلكن بزاهم يعرفون ايش بلين عندي صفحة اخرى لانه الصفحة الاولى تقريبا وصلت ملايين اكثر من 40 مليون مشاهدة في الشهر وقفلوها لي لأسباب تاع فلسطين وكلا بلكم عودت فتحت صفحة اخرى كما راكم تشاهدوا في صفحة فيسبوك سنتها جوكر تيك توك وكنت ننشر فيها تاع فلسطين الحمد لله يعني ما قفلوها ليش لحد الساعة ما عندي حتى مشكل فيها انشرتها في فلسطين ولكن التفاعل اهبط لي يعني التفاعل تقريبا منعدم ايو بليت بليت نتحرك شوية فيسبوك نشرنا 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 في فلسطين فلسطين نحاولو كل مرة ما ننسوهمش ولازم ما ننشوهمش بدام الصفحة هذه اصلا كما راكم تشاهدوا بالدليل يعني حتى اللوغو تحها يعني بروفايل تحها خادمو تا فلسطين يعني كما راكم تشاهدوا الطوفان الاقصى ها نكليكيو ار صورة ملف كما راكم تشاهدوا الطوفان الاقصى القدس دواهاني خلاص اسم هذه بات الصفحة كنت نديرها هكذا بعدها فلسطين ونشرت فيها من قبل المهم حبيت يعني قلت لغا ننشر حاجة مختلفة شوية هذه المرة اللغا صارنا احباط على قضية فلسطين وغزة والقتل يعني كنت نغيروا شوية ونطلعوا المورال شوية احباط بزاف هنعطيكم المحتوى اللي بمجرد عندك تنشره ينجح لك المهم يكون موضوع مليح يعني يكون موضوع جذاب شاهدوا معي مثلا هذا فيديو اطلقته عندي تقريبا مرة ساعة اطلقته ساعة اذا نشوف الفيديو بانجح ليه هاو الفيديو الفيديو العلوان تاعه هو الزواج في الجزائر بكل بساطة وانو الهاشتاك لا يوجد هاشتاك لا توجد صورة مصغرة جذاب ولا اي شيء في الفيسبوك ببساطة الزواج في الجزائر باش تفهموا بك اجمع الناس اللي تتفلسفة ليكم هاشتاك وتو فيسبوك وفيسبوك يدبر عليك وكتب جون كاتب الزواج في الجزائر بكل بساطة الفيديو مليح فيه تفاعل علاش تفاعل لانو الفيديو انسان هضر من قلبه هضرر قضية الزواج بلي بنات فاميلا ما كانش بلي ناس بوك يحوسوا عدراهم وش معانته على حبيت نوصلكم احنا ممكن لا تكتبوا في التعليقات لبنات فاميلا كان وما كانش ما فضلكم انا والله ايماني فارغ جغل يودي تدي احتمل ملاهي انا مهم ليش فيك انا ما جيتش انا باش نقول كون بنت فاميلا كون بنت فاميلا ربي ساهل على كل واحد انا جيت انا نوصلكم فكرة بانو هاد المواضيع يتفاعلوا بها الناس المواضيع الواقعية وكي عود انسان يتكلم من قلبه ويتكلم حاجة قيس المجتمع لو كانت تتكلم مثلا ندير فيديو مثلا نقول والله بنات كذا والله بنات فاميلا كامل وكامل يحبوا الزواجة تقدر هذا الموضوع يخلق لك جدال ويجيو الناس يقولك مكان شو منها ويصل لك ترنت وتقدر تقول ايضا الحقيقة باني بنات فاميلا مكان شو بوقل حوصة الدراهام وماتريال ورا يحوص شباب ثاني كيف كيف يحوصة الدراهام ويرح هذا ايضا رح يجيوك الناس ضده معا هذا كان يصرف المواقع برك لانو الواقع الناس بكل قلب انهم بلي طفلة ما تديش زوالي واذا ذات الزوالي حقيقة تلقها فوق 30 سنة وفاتها الترنت وحقيقة تلقها فاتها الزواج تلقها الزواج غير ان جاء الطفل يعني بمجرد تجيب الطفل وصير بهم ان تطلق حكذا هاي يجماعوا واقع هاي يموش ايش في الجزائر امو حمار فهذا المواضيع ترنت في الجزائر اللي غال ميحبسوش فتلاحظوا بلي هاي هاي مكتوبة جوك على تيك توك تحتها مكتوبة 2 يوم يعني تقريبا هاي يوم ونص هنعرف اليوم الثاني يومين فقط يعني كده يومين 48 ساعة ما مباف شوفوا جمال احصائيات شوفوا معايا ثلاثتاش نف وثمانمية نقدر نقوله 14 الف لايك 14 الف لايك عني لحد الساعة 3200 تعليق وعندي 114 مشاركة بارتاج وعندي اكثر من نصف مليون مشاهدة في يومين في فيسبوك تخيل معي لو كان فيسبوك تاي هذا فاتحه في فرنسا يعني فيسبوك يحقق الربح ونديرنا فيديو كيما هذا الزواج ونحقق نسف مليون مشاهدة في نصف في يوم او يومين ونفعل الربح ونربح منه الدعوة هانيا فهمت فهمت لها بعض القنوات تنشر في محتوى تافه صبرتو ان هذا الروح يبرك خيقا اعراه فهمت درك علاش القنوات تلقى مثلا واحد القنوات المغربية تلقى نهار كامل وملك السادس شافوه في القمر ملك السادس ملك الخامس الطيارة حبسة في السماء وبزق على ريزرفوار وتعمر ريزرفوار بالبراكة اللي بزق طاعه هذا فيديو موجودة جمعيني ماش نختار فيه من رأسي تحصل المالين مشاهدات خطاك هذا المغربي هذا الذكي افهم باللي يعني الشعب العربي بصفة عامة الشعب يستطيع او يستطيع ان تستحمره بسهولة يعني تقلوا مثلا الجزائر والمغرب وكما عم يديروا في التك توك تك توك كفر عم يديروا للمشاهدات جي مروكية تقول مخاوتنا المغربة اراه كان جزائري اراه غلبني وقالي تشطحي في التك توك وانا مخاطيني وعلى بالي بيديولادة بلاد المغربة ما يخلوش بلادهم تشطح هذا جزائري ويخلقوا في هذا الفتنة هذه بين الجزائر والمغربي في التك توك غير باش يجيوا الجزائري ندعموا اللي يجيوا المغرب يدعموا غير باش هذه الطفلة زم هذه البنت فاميلا ذيك زمالي خاطئة خلاص 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 مسكينة جواحة البنت بلادها باش ما تشطحش الجزائري باك يعني هي تشطح العالم بكل يعني الجزائري ما تشطحلوش والجزائري ثاني كيف كيف والجزائري كيف في التك توك يعني واحد الرخص كبير في اللايفات فتلاحظوا بلي هذك الاستحمار او متعمد يعني انا كنت دي لكم فيديو بركة نستحمر فيكم ايه انا لبالي بلي نستحمر فيكم انتوما اتوما المشكل داعكم انكم راح ينتحاولوا تقنعوني بلي لاك غلط خلاكم فاهميني انا كنقولكم بلي مثلا ان رئيس المغرب هو مالكنا راح يجيوا الجزائريين ويجيوا المغرباء يتجادلوا حول هذا الموضوع لانه علاش الجزاري قال هذا الفكرة فكل واحد يحب يميل ليه انا عندرتها اكس بري باش نجيب مشاهدات ونطلع بالماليين مشاهدات بسكريبالي في زوز دواب في زوز شعوب مستحمرة يعني اللي جيد ديهم مهم شعوب منثقفة اوروبيات اللي قاموش فارغ شغل وهذا ما اؤكده في الفيديوهات الامريكية كي قلت لكم افتحوا القناوات الامريكية تلقوا عندهم مشاهدات جيدة ولكن تلقوا عندهم متابعين صعاب يعني صعيب بزب باش الاوروبي الامريكي يشترك عندك ليشترك شوه اما مثلا تلقى اندونيسي ولا تلقى فلبيني وتلقى عربي تلقى يشترك في باش الجزار كامل يعني وانتلقى باش يشترك فيها غير يسمع فيها اسمه برك يشترك فيها لماذا عنده عقلية تخاف تروح لي حاجة تخاف لاباج هالي تبعتها تخاف غير وتنشر حاجة وانا ما انتبه حاجة بلي جميع يضحكوا لي هنا في الجزار وكفيها ما تعرفش هذيك بلي كينا فتلاحظ بلي شعب الجزاري او بصفة عمال مغرب العربي العرب تلقى هم يشتركوا في الباج يشتركوا في الباج والغاية منهم باش ما تروحوا لي منها صغيرة لكبيرة وتلقاها مشترك في الباج تلقاها في التويتر مشترك فيها والنفس الباج تلقاها في الانستغرام مشترك فيها تلقاهم مشتركين فيها ربعة خمسة ونفس الباج المهم واني روح ما تخفي علي خافية لماذا؟ بس كالشعب تهنا هكذا دير المغرب العربي تونس المغرب ليبيا جزائر تقريبا هذي الأفكار تحب هل لي انا قلت لكم ان هذ الامور تقال المشاهدات انا عندي بالنسبة ليها لو كان نجهل لو كان هبط المستوى رح نتحصل على المشاهدات بخيارية يعني وواكم على بالكم وجربتها لكم من قبل وقدها ندالي نعطيها لكم الصفحات تعيب لانك نتحصل على نصف مليون مليون مشاهدات في فيديو لو كان بدان نحضر لو كان بدان ننشر فيديوهات تعتفع نقول خلي نقول لا لا خلي الساعة لا 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 ما رقي هذ الامور عادية هذي مش تافعها بشي يكون في عندكم هذي اسموها ردة فعل الرياكشن على الانسان احكى بعفوه يو هطر يعني ما هوش شعيب وما هوش فيديو تافع مي حبيت نقول لكم بالموضوع اللي تافع هو الزواج الزواج يتكرر في الشعوب العربية عندهم مشكلة في العقيدة على الزواج هذو مشكلة على الشعوب العربية الشعوب العربية عندها جوع جيعانة بصفحة ما دلقهم جيعانين تفكير تحم هذا هو يا جماعة تفكير تحم يا في المالك تحم يا تلقهم في الشكرة تحريب في الماكلة يا تلقهم في الزواج في المرأة والمرأة هي مركز الكون يعني تخيلوا انتم العرب كامل وشو مشكل تحم مشكل تحم يا مالك تحم يا عشقو فيه هكذا يا تلقهم عندهم مشكل في الحليب والخبز والزبدة ونهار كامل وما تحية تحية فبروبلام كبير يا جماعة الناس عيش في تطور كبير ونحن مازلنا في ان شاء الله ستمية سنة ذوك نتطور ذوك نبنيه ان شاء الله حياتنا خلصت وانا ان شاء الله نبنيه الجيل القادم إذا كاننا نبني الجيل القادم أنا لا أعيش أنا مالا مثلا لا أعيش لماذا ندور هاش ندور هاش أنا مثلا نعبد ربي 24 ساعة 24 ساعة مدام أنا خلاص حيات راحت راحت مدام أنا مدام أنا في المرحلة تأي هذي مشكلتها هو الحليب ما عندك يتفك الحليب نكون وقت ذاك الوسط 600 سنة متى وخلصت لماذا ننزوج في الحياة هذه ما نشاب الحليب ما ناكلها نشاب غل الماء وخلاص ونأكل طمار يبس هكذا نكون على أقل البحث الدنيا وآخرا لماذا قلت لكم هذا الشعوب العربي هكي ما راها مستحمرة استحمار كلي ثقافة من عدمة وكي نقول ثقافة من عدمة وش يجي واحد من الحمرة ذو كل بغولة ذو كسيت واحد اللي ننساها هكذا أسمع ما تقولش مستحمرين أسمع ما تهضرش بها للأسلوب بأي باليك نيفوهابت علش خاطك أنا ماستير خاطك أنا طبيبة علش هنا نتأكد بلي راكي حمارة وثلاثة علش حمارة وثلاثة لأنه منكتها الثقافة لكي نقول إنسان متثقف مع أنت عندك ماستير وش دخل ماستير في الثقافة وش دخل أنك طبيب راكي متثقف لقد تكون طبيب تكون حمار تستحمر وتدخل الناس للحيط وتكون قوادي لكيش بلاصة مع أنت تكون سبب في ضايع أمه ومهوش أي إنسان عنه ديبلوم في البلاد العربية مع أنت إنسان ذو كافة شفنا بالآدلة قد دهن طبيب قتل ناس قد دهن طبيب فاشل وقد دهن طبيب دار مشاكل العملية وقد دهن طبيب من يروحوا ليش الناس لأنه كرهوه لأنه يعمي لأنه عرفنا هذه وعرفين الجماعة للجزائر مثلا كيف تمشي في النجاحات تحها معظمهم يديوا ديبلومات كي تقولوا يدلي تست يروح الأوروبا يدلي تست على القرية لا يفهمهاش أصلا يبدأ هالك بلا اللغة لا يعرفهاش كيف قرية أنت بالفرنسي وما تعرفش فرنسي كيف قدرت ميموار تاعك بالفرنسي وما تعرفش الفرنسي كيف قدرت تفهمه كيف تتعمقوا في رسائق كيف تفهمهاش لذا الهدف من هذا الموضوع ليش باش نتخلوه في الإحباط الهدف من هذا الموضوع باش تفهمهاش معه خدم شوي مخ ركز معي كي نحكي لك يعني من بغيش نحكيها ديراكت أنت في قناتك في يوتيوب تبحث على تفعيل الربح هاكذا ما كانش واحد جاي قنات وحبي يفتحها باطل الوجه الله لأنه كون جاءت الناس تفتح الوجه الله رغم يفتحوا مصحف يحلوا قنات وبدأوا يرتلو يرتلو في الدار يرتلو خلاص يعني قناتا يفتحها لايف غير ترتيل ما كانش واحد يدارها المدينين ماهمش يديروا فيها فهنا مشكل إذن ركز معي معي أنا كيفان أنا كيفان فعل صفحتي أنا كيفان نخدم في قنواتي ونحاول نفعلها بسرعة أنا من دماريش أنا بموضوع حصري ما عليش أنا إنسان خاطيني هذوك تمسخي على الضحك ولا هذوك ما نكونش حمار أنا بالي في المجتمع هذا ما يرحمنيش ولا بالي في البلاد هذه ما يرحمونيش ما أنت هي تنجح يا يقولك الواد ما يرحمك حتى واحد ما أنتها أنا كي نفتح قناة يوتيوب محتوى حصري وذلك المحتوى حصري ننشر ما كانش مشاهدات ما كانش مشاهدات وأنا الهدف تهيه أن نساء نحقق الشروط ونبقى تساهل على أقل الفيديوهات اللي نتعفيهم صوارد وننشر ما يروحونيش غراط ما يروحونيش بلا ربح لمشاهدات لا ربح ونخسر الماطريال ونخسر تريسيتي ونخسر أضواء وكاميرا لدي الملاير هو عندي يزوز دوره كاميرا والهاتف قد الجهد ونصوره ويروحنا إذن هاو المواضيع اسمع ساعة ساعة في قناتك ما عليش تتكلم على الطبخ تتكلم على جايمينج تتكلم على أي موضوع شفت رحك أنت بلي إنسان ما عندك شخصية شفت رحك بلي أنت إنسان فاشل شفت رحك بلي أنت إنسان ما عندك حتنجح شفت رحك بلي حتحبس يبقى وش تدير حرك حرك القناتك ما فيهاش عيب المهم من محتوى حصري ملكك دير موضوع فيها دقيقة ما يفوش دقيقة ولا زوز دقيق احكي على الزواج في الجزائر احكي من قلبك مد رأيك وكل حرية فيديو ما يكونش طويل ما يكونش مميل ما يكونش فيه فراغات كلش مع الزواج في الجزائر ما نزوج خطاك ما كانش بنا تفهمي له بل أخر وخليها ستجد التفاعل ستجد الناس يسيبوك يكرهوك سيخلقوك نصف مليون مشاهدة كما رأيك تشوذرك نصف مليون مشاهدة هذه في اليوتيوب تحقق لك الشروط وتبدأ تربح من قناتك وكادرة تتكمل في هذا المحتوى وتنجح فيها وإذا حبيت ترجع لمحتواتك تجد قناتك مفاعلة تريد حبي محتوى حصري وترجع قناتك ألعاب وتحول قناتك لأي موضوع وتبدأ تخدم على الأقل كي تنشره لا نجح تربح لا نجح تقعد بس حموش تنشر انت مدة سنة في موضوع ما حبيش تتغير ما حبيت تتبدل ما حبيت تدير حاجة مليحة ما حبيت تدير وهلو وبقد قل لي أنا عندي آمين ولا آم ما حققت الشروط مدم ما حققت الشروط في مدة ستة أشهر أو عام بمحتوى ملكك فكان خطأ كبير في طريقة المعاملة وأسلوب تاعك في الفيديوهات وكان مشكل في العنوين تاعك لغير الجذابة وما هوش في وقته لذلك عليكم تلاحظوا تنشر فيديو على فلسطين اليمن تلاحظوا خمسمائة مشاهدة خمسة طريقات وغيرها تنشر فيديو على الزواج في الجزائر تتحصل أكثر من خمسمائة وصباربعين الفيديو وتفكروا هذا الرقم باش نتأكد لكم بلي ماهيش اي مهيش بديرة 1 تطلع 10 ألف مشاهدات راي Benedique 547 الف نقول called 548 الف راح نديره مزاجور ونشوفهaucoup الديولات أي 548 الف نرجى نرجى الدولات 550 الف يعني زادت أكثر من ثلثة ألاف مشاهدة كيف نحكوها في الفيديو تخيل معي ورأي ما زالت رأي في الليل توقعت قريبا رأي الوحدة أي الساعتين الساعتين تفرجوني ثلثالاف ثلثالاف واحد كي كنت ندري في اللايف ركا يعني تخيل أنا غدوة الصباح زي ترتق الفيديو واحتمال كبير يوصل مليون غدوة إن شاء الله يوصل مليون لذلك فبهذا الطريقة نكون أنه قناتها خلقت لها التفاعل عفوا صفحتي فيسبوك أرجعت لها التفاعل أرجعت لها لي كومنتارات الناس أكثر من نصف مليون جزائري وخارج الجزائر عرفوا شو جوكر تيك توك عرفوا لاباشتاعي الآن بشو يلي يعرفوني أنا بشو يلي يحفظوني 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 يتابعوني ولي وكذا وكذا هذه هي بالصح أنك نبقى نحاصل في موضوع فاشل 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 ما حبيت نغيره ما نغير في أسلوبي ما قدرت نغير في صورة مصغرة ما قدرت نغير في عوني وانا نقول لهم أجمعني ما نجحتش والناس ما حبيش يتبعوني أنا لعشر سنين في قناة تعليمية لو كان ما غيرتش في أسلوبي ما ننجحش بس كالأبالي بالمشكل في قنوات التعليمية لازم لهم تحفيز لازم لهم جودة الصوت لازم جودة الصورة ولازمهم الإنسان يكون مدهر شوي هكذا مخلطت له ويخرط فأنا ما كنت نخرط وكنت نطول الفيديوهات تاعي وكنت ما نلتهي بالصورة المصغرة ولأنا وين كنت نتزبرك أنا نقول لأنا كنت عندي قاعدة تناسبك لي يقولوا بلي أنا المهم نجوهر أغلبية تعليمية تكامل يحوسوا على المادة حمتين كامل يحوسوا راجلها بأس دي زولي قصدي أنا كنت عندي عقلية بك تاعا لا لا الجوهر في الموضوع مهمش مهمش الزين العقلية في لاطاي قصدي الناس يقول لك لالا لاطاي خيم العقلية كنا نقول لالا العقلية خير كيف 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 كما ترح وقت تجري طنابيلي واحد يقول لك الموطور خير واحد يقول لك لا لا أنا مهم الهيئة دع طنابيلي تكون بها فكل واحد كيشوف فيها لكن في النهاية في النهاية صالحت مع نفسي وجدرت نقصت التواصل مع الناس في البريفي وليت نقدم خدمات مدفعة بالمال طورت من الصورة المصغرة تاعي الأقصى ما نقدر طورت العنوين تاعي طورت الوصف تاعي وطورت المواضيع تاعي ومام أسلوبي أنا طورت ومام ديكورة تطور فيها الكاميرا تطورتها لو كما ترى هكذا لا نصل إلى 100 الف متابع لا نصل إلى المشاهدات لا نصل إلى أن الناس يعرفوني بالطريقة فالناس تحقر بالعين لو كم ترى الجودة والصوت تحقرك وم ترى ناجح زي تحقرك فلازم تكون ناجحة لازم تنجح وتكون ناجح وتكون ناجحة وتحقيق الناس بلينجحت لا نجحت لأن هذا هو الانترنت إذن هذه الفكرة بك حبيت نعطيها لكم باللي يشوفوا جماعة نزيد ونشوفوا ميزاجورة 550 الف أنا كل ما نحكوا نشوفوا ترى قدها زي ترى هي الساعتين تعليل وانو وصلنا ماذا ما زادتش 550 على كل حال هذا هو الموضوع تاليوم حبيت نقول لكم باللي كان موضع بزاف حاولوا فقط تركزوا على المواضع الاجتماعية إذا كانت قناتك تبخ تقدم فيديوهات على الصوت تتكلم على مواضع تمام نفس فيديو ونصائح ما هوف شرط Sele X غيتي تتكلم على العاب تتقدم فيديو على العاب جديدة مثلا عشرا العاب جديدة ما هذا ليس أن تلعب بابجي تلعب بابجي بجيب لكن احيانا نجد ان تهضر على مواضيع تخص قناتك مثلا اخي اللعبة تمدع لها نصائح تمدع لها وقتها تخرج تمدع لها معلومات وش رايك فيها وهي رايحة هكذا قناتك تكون مولمة بشراح متنوعة بين اللعب وبين النصيحة والمعلومة كيف كيف نوع قنوتكم ونقول نوع قنوتكم مش تخلطوها قناة الحلويات تقدروا حلويات في نص الوقت تقدروا تمدوا المعلومات حول الحلويات او نسبة السكر فيها او حلويات الصحية او حلويات العراس مناسبات تمدوا فيديوهات فيهم فقط كلام كانها صائح ومعلومات موش لازم ما الطيب وحلوه طيب وحلوه وكما طيب وش حلوه تقدر شهر ما عندكم شوش الطيب وحلوه عندكم شدراهم تقدر شهر قناتكم فرغانا يا جماعة ما عندكش فيديو اليوم بش طيب حلويات الغدوة دير فيديو صوت بك دير فيها تصويره ومقبول اهضر بصوتك ودير فيها معلومة حول الحلويات على مجال تاعك بعد مدل المقادير دير المعلومات قال ما تكثروش قده كذا ديروا مشتريات السيدي دير الحلويات الطبخ ما قدرتوش ديروا قضيان تاعكم مع هادي خلاص قده شيتوا بطاطا بصلة وطماطم وشترتو بها بارك يا جماعة المواضيع لا تنتحي انتو مبركة جماعة لي راكم موسوسين وحبت بينا روحكم بلي راكم فور وكما ديروش الجاجة تاع بيقري وديرو الكفتة عورام اه لا فام يتبعوني وانا ولا همانطق فيديو انا مش يبقى يفضحوني الناس وقولي بلي ما كشتاكولي وقولي بلي فيديواتي عكسوا عندو التمانى وركيجيانا ما تقوليش الحم والله العظيم الفيديو هاللي تجيب ملايين وملايين المشاهدات هي فيديو هاللي فيها حبة بيضة وفيها زوز بيضات عمر راسك ما فيهاش الحم بيقري فيها الحم تاع فيها بيضة وبيضات عين هذه يا جماعة هادي نعطيكم بركة فكرة عامة حول النجاح ببساطة كما كم تشاهدوني انا فيديو واحد نصف مليون بكل بساطة الزواج في الجزء اذا لو كان نكثر من هذا النوع راح نزيد مشاهدات اكثر وهي رايحة يعني لو كان ننسيستي على مواضي هذا احنا ماذا بنا نبقى في فلسطين ان شاء الله نبقى وننشر على فلسطين ولكن احيانا نحركوا الصفحة الشوية وايضا باش نثبت العالم بانه وكي تنشر على فلسطين المشاهدات ما كانش وكي تنشر على تمسخير هذا تزواج وطلق ربي بارك الفيسبوك ولولي دعمك باطل سبونسور باطل ايضا الافرواحكم الجميع علي السعيدة السلام